السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد النهاردة هنتكلم عن برنامج كانفا و هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في برنامج كانفا هي تحويل البي دي اف إلى فلابينج بوك أو كتاب تقدر أنك أنت تتبعت اللينك بتاعه الشخص يتعمل معك أنه الكتاب بيتصفحه ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة و ده بناء على سؤال جالي من أحد المتابعين في تحويل اي بي دي اف إلى دي جيتا البوك هنشوف مع بعض إزاي نقدر نعمل الموضوع ده نفترض إن أنا عندي البي دي اف بتاعي وهو البي دي اف دا الريدي أنا جايباه من الموقع نفسه أو من كانفا نفسه فهتعمل على إن البي دي اف دا بتاعي وأنا عايزة أحوله لي فلابينج بوك أو كتاب قابل للتصفح بس دي جيتا البوك هنشوف مع بعض هنعمل الموضوع ده إزاي هبتدي إن أنا أروح لي الأبلود وابتدي ان انا اختار الملف اللي انا هشتغل عليه وان نفترض مثلا الملف ده هو البيدي اف بتاقي بالمنظر ده كده هنا بيبتدي الريسنت ديزاينز الملف اللي انا هشتغل عليه من هنا مثلا حروح كده افتحه بعد ما يبتدي يتحمل نبص عليه هو قريدي بيدي اف زي ما قلتلكم قريدي موجود في كانفا ولكن انا حبيت ان انا اوريك ان انت هترفع منين هتروح تعمل ابلود فايل وترفع الملف بتاعك خلاص انا كده رفعت الملف بتاعين افترض ان ده بيدي اف وانا عايزة احوله الاي بوك او احوله الديجيتال بوك او فليبينج بوك وده اللي انا بفضله اكتر ان هو كتاب قابل للتصفح في الحالة دي انت بتروح على شير ومن شير بتنزل تحت كده اللي مور ومور دي فيه حاجات كتيرة ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل لان فيه حاجات كتيرة جدا غير موضوع الشير على السوشيال ميديا فيه حاجات برضو من المهم ان احنا نعرفها من المور حبتدي انزل تحت كده اروح لحاجة اسمها مور اوبشنز وبين مور اوبشنز فيه عندي كزا ابليكيشن ممكن ان انا استخدمه علشان يحولي البيدي اف ممكن احنا نروح مثلا نختار بابلو فليب بوكس وانا كنت اتكلمت عنه من قبل على القناة الاساسية ولكن انا حبيت برضو هنا ان انا ارد على هذا السؤال على قناتنا هنا لان انا بتكلم كتير جدا على برنامج كانفا بقول له سيف وهنا حيبتدي يحضر الديزاين بتاعي انت عندك زي ما قلت لك كزا حاجة عندك فليبينج بوك اللي هو العادي وعنتك بابلو هنا حبتدي اقول view in بابلو فليب بوكس يعني ورهولي جوه الابليكيشن هنا بيقولك لازم تعمل لوجين او تعمل ريجستر انا حبتدي ان انا اعمل ريجست بالمنظر ده كده ممكن اعمل ريجست بجوجل مثلا بسرعة كده زي ما احنا شايفين طبعا بيديك عروض علشان تشترك لان انت هنا هتستخدم الخطة المجانية فهنا ده الكتاب بتاعي على طول عملي امبورت لي البي دي اف بتاعي جوه وحضرهولي وحولهولي للفليبينج بوك هقدر ان انا يا ام اعمل كاستيمايزيشن لي يعني ايه كاستيمايزيشن لي يعني اد اللوجو اد الباكجراون المفوض الحاجات دي انت قريدي هتعملها على كانفا يعني انا من وجهة نظري يعني صعب ان انا اكون موجود في كانفا وما زبطش الكلام ده قبل ما اروح للفليبينج بوك يعني امبليكيشن او للموقع نفسه ولكن لو انت عايز يعني او لقيت في حاجات جديدة تقدر انك انت تعملها ممكن براحتك تجرب ايضا الادت او الكستيمايزيشن تضيف اللوجو دي حاجة راجعي لك هبتزي ارجع مرة تانية بالمنظر ده كده وابتزي اشوف هيكون عامل ازاي هنا بقى لو انت عايز تأكسس على في السيتنج تأكسس على كاستان دومين خاص بيك هتعمل أبجريد انا هنا هبتزي اروح اخد الكابي ده وبعته بقى لأي حد هيتعامل معاك في لبينج بوك يعني روح روح تفتحت كده نيو تاب وعملت كنترول دي خدت اللينك كنترول سي وحطيت كنترول دي هيحولني انا ده لانا هشاركوه مع الاخرين هبصة لقيه بمنتهى البساطة حولهولي لكتاب بالمنظر ده كده بتعمل معاك كأنه كتاب وفيه أدوات هنا قدر ان انا استخدمها وفيه الجزء الخاص بالصوت لو فيه صوت حطة صوت هنا ببتدي ان انا اقفل الصوت بالمنظر ده كده وهنا فيه برينت لو انا حب ان انا اطبع انا كشخص ما بعطله اللينك وفيه كمان شير ممكن ان انا اعمل شير هو بس بيظهر عندك هنا باور دباي بابلو عشان هو يعني في الفيوري بلان فبيبقى موجودة على الدومين الخاص ببابلو بالمنظر ده وابتدي اتعامل معاه هنا مش كأنه بي دي اف انا هتعامل معاه هنا كأنه كتاب زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لتحويل البي دي اف لفليبنج بوك اتمنى تكون معلومة النهاردة البسيطة الصغيرة عجبتكم زي ما قلتلك في الشير لو انت رحت تحت لي المور هتلاقي عندك كمان مش بس البابلو انت عندك فليبنج بوك ايضا تقدر تعمل ساين اب ملتو في بابلو تقدر انك انت تعملوا في فليبنج بوك ابليكيشن في كذا موقع او كذا ابليكيشن ممكن انك انت تستخدمه اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة زي ما قلتلكم في نهاية كل فيديو متنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كنت من متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته